بالمناسبة بس أنا عايز أقول لك على حاجة هيا اللي أنا هتكلم فيه ده هو شيء طبيعي جدا في مصر وأنا ما بفتكرش أبدا إنه هو شيء مستغرب أو يدعو للإستغراب أو التعجب أو أي حاجة من الكلام ده وخصوصا إنه بيحصل على سبيل مثال في لقصر في لقصر في مقام أنا تكلمتوك عليه أول رمضان أظنه أنا قبل رمضان بيوم في مقام اسمه سيدي أبو الحجاج لقصري المقام ده اتبنى على جزء من أطلال معبد لقصر لزء فيه دير وكنيسة المقام ده قبل ما يبقى مقام كان مكان درس بيدرس فيه أو بيلقي فيه دروسه سيدي أبو الحجاج لقصري نفسه طيب لكن لزء فيه دير للراهبات فكانوا بيوسعوا مكان عندهم بتاعهم علشان أبو الحجاج الأقصري يدي فيه الدرس للمسلمين فلما هتيجي تقول لي أنه أستاذ روماني وولده بشوي بيعمله مائدة رحمن هقولك هو مش ده الغريب خالص ولا فيه أي حاجة تستغربها مصر طبيعي عادي يعني ما بنعملش ده من باب المبهام ما بنعملش ده عشان نسبة أنه يحيى الهلال مع الصليب ما بنعملش ده علشان نسبة أنه نحن عايشين فيه محبة ووقام لأنه هو ده العادي بالمناسبة العادي جداً كمان لكن مهم أنك تعرف الحدوتة لأنه مائدة الرحمنة اللي بتتعامل دي دي مش أول سنة دي بقالها كذا سنة كويس طيب خليني هنا أسأل الأستاذ بشوي بنفسه أستاذ بشوي روماني رمزي عجيبي إزاي حضرتك؟ أنت مزاك أستاذ يوسف خبارك إيه؟ كله حلو رب أنا يخليك أفهم صيام مقبول مننا إحنا الاتنين يا رب يتقبل مننا كلنا يا رب يا رب إن شاء الله هو العيد هيبقى إمتى عندكم؟ يعني العيد توقيت رمضان يعني إحنا شغالين من دينا في المائدة المائدة الرحمن دينا 25 سنة شغالين من نعملها تمام؟ إحنا إحنا فدت معنا بكنا خمس طربزات بالضبط كانت خمس طربزات في الأول كانت من 25 سنة آآ آآ والدي آآ هو يعني هو مش بيعمل كده للشو ولا والدي على فكرة ما فيش أي صور اللي بتزهر خالص ما بيزهرش أساسا آآ تمام؟ وإحنا يعني إحنا بنحاول إن إحنا آآ الناس كلها تأكل يعني هو والدي في شهر رمضان أهم كلمة يقول هالي دايما خلي الناس كلها تأكل خلي الناس تأكل المائدة دلوقتي بقت كم طربز أو بقت كم فردي يعني؟ لا ممكن ممكن تسي أكتر من 200 فردي الله 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 طيب هاخدك ونرجع لورا من أكتر من 25 أو من 25 سنة في الوقت دا كان خمسة وعشرين سنة يعني آآ آخر التسعين التمانية وتسعين تقريباً سلملي على الوالد وابوس لي رأسه وسلملي عليك جداً أو يخلص لحد ما جاء شوفك وسلم عليك وزورك يا ربنا يخليك أفن وهخليك تعزمنا برضو بس هنخدمنا نكون خلصنا برضو حبيبي يا مشو يا ربنا يخليك ألف ألف شكر ليك كل سنة وانت طيب والصيام مقبول مننا كلنا يا رب يا رب وتعيده على ألف خير وسلام ويجعله أخلى عيد يا ربنا يخليك أفن يا رب يخليك ألف شكر ليك كل شكر ليك